النادي المصري ايه كان اول رد فعلي لك على العقوبة الاولى اللي خرجت من اللجنة المؤقتة لاتحاد القرى المصري كنت بتشوفها ظالمة ولا منطقية صراحة انا هقول لك كلام اكيد حزاعة من الناس كتير جدا لكن انا تعرضت الحياتي ان انا اكون صادق مع نفسي وصريحة حتى لو كان يعني حزاعة الناس كتير جدا مني وانا نهاردة كنت اتمنى اقول الكلام ده وانا مش رئيس النادي المصري لكن اقوله بصراحة انا ارتحت اول عقوبة نزلت انا ارتحت قلت النادي المصري وتديني فرصة في الكلام في الحتادي لان ده مهم جدا النادي المصري من الغباء وعشان احترام للناس كلها لابد انه ملعبش السنة الجاي يعني حتى لو محكمة الرياضية الدولية لاغت العقوبة الاولى والتانية انا بقولك لابد المسؤولين عن النادي المصري في هذه المرحلة انه هم استأزموا اتحاد الكورة بعدم اللعب في الدولة العام العام القادر لا اسباب كتير جدا لو احنا بنحب البلد لو احنا بنحب مصر لو احنا بنحب مصر ونسيب عامل الزمن الميزة لربنا الدهانة كبيرة جدا اللي هي النسيان وحاجات تانية تحصل في العالم وحاجات كلنا وحاجات كريب والصغير بيكبر ويكبر بيموت وحاجات كتير جدا ونبتدي السنة اللي بعدها باسلوب تاني خالص بحياة تانية ولازم يعود التفكير في هذا برئيس قادم برئيس قادم طبعا في الشك انا قلت العقوبة ديت حتى اللعب بدون جمهور بتلت مواسم يتقابل دلوقتي وبعد بعد كده سيب كمان ستة شهور ثمان شهور سنة تبدأ تتكلم وتبقى العملية اهدى شوية والبلد وضعها احسن ونبدأ نتكلم فيه تخفيف هذه العقوبة تمام خلاص مع حاضرك قال تلت سنوات بدون ملعب أصلا مش بدون جمهور بدون لو ملعب مصري يعني حتى زي ما اي حاجة تمام لكن العقوبة التانية انا قلت ان دي لجنة افتراءات ده حد يعني اعدم اذا كان اعدم مع بعض والقرار الكتب الحكم الكتب على بأكيد فيه حاجة مش مزبوطة خالص انا مرحش النهاردة السجن المحكم علي بالمؤبد اخش استيناف اخد اعدام ما بتحصلش باي حاجة في الدنيا وبعدين طيب احسألك ما عليش واحدة واحدة انا اديك فرصتك تاين حدوك بتقول ان انت منطقيا كنت مقتنع بالعقوبة الاولى طيب لماذا تقدمت بتظلم لدى لجنة التظلمات اذا كان انت حدوك شفت انها شيء منطقي خصوصا ان على اساس هذا التظلم تم مضاعفة العقوبة انا بتكلمك ككامل ابو علي اه مش رئيس النادي المصري اه مش مجلس ادار لا بكلمش كرئيس النادي المصري اه انا بتكلمك اه كإنسان كإنسان مواطن مصري كمواطن مصري تمام انا شايف ده لكن البروتوكول اللي بتعمل مجلس ادارة المصري والعرف اللي بتعمل ان دايما بعد اي عقوبة بتعمل السيناف حتى لو اخدت غرامة 5000 جنيه بتعمل برضو عليها تظلم تمام ده موجود في جميع عندي المصري ولغريك كده يبقى من الصعب اه 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 لجنة التظلمات بتشوفها وجودها اه قانوني